ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية جيتكم اليوم بملخص فيلم أفاتار الجزء الأول اللي نزل قبل حوالي 14 سنة ليش؟ لأن الجزء الثاني تبع أفاتار راح ينزل هذه السنة الملخص اللي راح أسوي لكم راح يساعدكم في استرجاع أهم الأحداث في فيلم أفاتار الجزء الأول علشان تكونوا مستعدين لمتابعة الجزء الثاني منه من دون أي مشاكل وقبل ما نبدأ أحب أقول لكم أن هذا الفيديو الأول من نوعه في القناة ممكن تستمر هذه السلسلة ونسوي ملخصات لأفلام أو ممكن مسلسلات وأشياء ثانية ممكن تكون قادمة شارك في القناة فعل جرس التنبيهات حط لايك للفيديو لو أعجبك تعال تابعنا لموقع التواصل الاجتماعي ويلا بنا نبدأ في ملخص أفاتار الجزء الأول جيك إنسان عنده شلل نصفي وحياته جدا بائسة فقد رجوله لما كان في الجيش وهو الآن متقاعد وما عنده أي حياة ويعيش في عالم متقدم جدا في التكنولوجيا والعلم واستكشاف الفضاء الخارجي جيك عنده أخ توأم اسمه توم وهو عالم مهتم في تطوير واستخدام الأفاتارات والأفاتارات يا جماعة هي أجسام ممزوجة بالحمض النووي البشري والحمض النووي لمخلوقات فضائية اسمها نافي صنعها البشر عشان يقدرون يتواصلون من مخلوقات النافي في كوكب بندورة يجي اثنين مسؤولين لجيك ويقولوا له أخوك التوأم سرق أحد الحرامية محفظته وقتله يب أخوك التوأم ميت وبحكم أن أخوك توم كان جزء من مشروع أفاتار وحمضك النووي متطابق معاه نبغاك تأخذ محله وتكون أنت الأفاتار وبنعطيك فلوس ممارة كثيرة وبنرجع لك رجولك بحكم أنه ما عنده أي مشكلة وعفق وقالوا أنا خسران إيش وبحكم أني مشلول نصفيا فراح أقدر أمشي على رجولي لو اندمجت مع الأفاتار يطلق توم بكورسيو المتحرك في رحلة في الفضاء مدتها خمس سنوات وكم شهر تقريبا وبحكم أنه الأفاتار مصنوع من الحمضة النووي لأخوه توم التوأم فالأفاتار يكون يشبه الشخص اللي بيندمج معاه بشكل جدا كبير من ناحية الملامح ولكن بحكم أنه الأفاتار مصنوع ليطابق هيئة مخلوقات النافي فحجمه قوته مختلفة بشكل كبير كوكب بندورة يا جماعة بعيد عن كوكب الأرض بسنوات ضوئية كثيرة ووصنا البشر لهذا الكوكب لأغراض بحثية واستكشافية وبنوا قواعد عسكرية ومختبرات ومخيمات من فترة طويلة جدا ولكن بدأت تصير لهم مشاكل مع السكان الأصليين لهذا الكوكب اللي هم مخلوقات النافي عد كده عندنا الدكتورة غريس أوكستين قائدة قسم الأفاتار ومهتمة في النباتات والأحياء في كوكب بندورة أكثر من أي شيء ثاني فهمت جدا لغة مخلوقات النافي وعندها خبرة في الاندماج مع مخلوقات النافي ولكنها مرز إعلانة أنه جيك جاء بدال أخوها الميت توم وليش جيك الجاهل الغير متعلم المشلول يجي في مهمة كبيرة كذا باركر يجي معه هو الشخص اللي رتب هذا الفرصة للمشلول جيك والدكتورة غريس راح تهزئ وليش توظف واحد جاهل ما يدري وان الله حاطه في شغلة كبيرة زي كذا قال لها عندنا أفاتار زاهدة الآن والشخص الوحيد اللي حمضه النووي قابل للاندماج مع هذا الأفاتار هو جيك وفرصة مرة حلوة أنه توم الميت طل عنده أختوأم بعدين وش يهمك في الخبرة والكلام الفاضي انت همك أنك تروح تقابلي الشعب النافي تعاوني معهم وتكسب ثقتهم وهالشي حصل عندما اجتمعهم وإحنا بننا لهم مدارس وعلمناهم اللغة الإنجليزية ترد عليها الدكتورة وتقوله والحين صاروا يحسوا بالخطر الشعب النافي لأنه قررت تدخل عليهم بالأسلحة بدون سبب وتسرق منهم معدن اسمه أبتينيوم يرد عليها ويقول لها ياب أبتينيوم هذا همنا الوحيد الكيلو الواحد منه يسوى 20 مليون دولار أمريكي على الأرض وشعب النافي لما شافونا ناخذ هذا المعدن بدأوا في محاربتنا وانت وظيفتك الآن تدوري حل دبلوماسي معهم علشان لا تقوم بيننا وبينهم حرب فلا تشغلين بتوم الميت حقك وأخوها التوم المشلول جيك ركزي في شغلك والأمور بتمشي انطلق جيك ومعاه زميل أخوه والدكتورة غريس في أول رحلة له في الاندماج مع الأفاتار ويبدو أنه ماهو شايل هم أصلا وفعلا ويعطيهم وضعية أنه مش خسران حاجة ويتم نقل وعيه مباشرة إلى الأفاتار بنجاح ولكن يواجه شوية مشاكل في البداية في استيعاب أنه الآن في جسد غير جسده وتمشي الأمور في النهاية والولد مبسوط أنه صار عنده رجول ويقدر يمشي أخيرا علومه مهمة يا جماعة بمجرد ما ينام الأفاتار جيك الحقيقي يصحى المهم بعد ما نصح جيك راحه قبل العقيد اللي ما يهم حياة الشعب النافي ولا شيء غير يحقق أهداف ويطلب منه أنه يختلط بشعب النافي ويكسب ذقتهم لما يلبس الأفاتار ويقول له أباك تعرف نقاط ضعفهم وقوتهم وكل أسرارهم لو ساعدتني راح أضمن لك أنك تحصل على العملية اللي ترجع لك رجولك سليمة لما نوصل للأرض أو أخليها تجي كيلين هنا للكوكب جيك يقول للعقيد أوكي سمعا وطاعة يرجع جيك للأفاتار تبعه وينطلق في أول مهمة له لمقابلة شعب النافي مع الدكتورة غريس في أفاتارها البنت المسؤولة عن توصيلهم بواسطة الطيارة يا جماعة اسمها ترودي وهي عسكرية هذه ترودي خليكم فاكرينها ولكن قبل يوصلون للشعب النافي يهجم عليهم وحش أسود عملاق ويفقد جيك سلاحه أمام هذا الوحش الأسود العملاق ويرمي نفسه من أعلى الشلال ويضيع في الغابة ويبدأ يصنع أسلحة من أقصان الأشجار علشان يحمي نفسه ومن فوق الأشجار تراقب بنت من قبائل النافي وتحاول تطلق عليه سهم وتقتله ولكن في اللحظة الأخيرة تيجي حشرة من نوع غريب فوق سهم البد علشان اختصر عليكم هذه روح من أرواح الشعب النافي الناس اللي ماتوا زمان وتعتبر هذه مخلوقات مباركة وجودها في مكان معناته أنه في شيء مرة مميز لمجرد ما تجي الروح هذه فوق سهم البنت تعتبرها إشارة إلى أنها مفروض ما تقتل جيك تحاول الدكتورة في الطائرة أنها تبحث عن جيك ولكن بدون فائدة فتقرر أنها تتركه في الغابة جيك يقضيها في محاولة البقاء على قيد الحياة في ذيك الغابة في وسط الظلام ويشعل النار علشان يحمي نفسه من الوحوش الضارية ويبدأ يقاتلهم بكل قوة وتيجي تساعد البنت اللي كانت تحاول تقتله من شوية وأنقذته من الموت المحتوم ولما حاول يشكرها ضربته وقالت له أنه ما في شيء تشكرني عليه الوحوش اللي قتلناها هذه مفروض ما كانت تموت واضطريت أني أقتلها بسببا معلومة مهمة برضو لازم تعرفوها يا جماعة الشعب النافي بينهم وبين الغابة ومخلوقاتها علاقة جدا قوية روحية ووجودية حتى لما يصطادوا فرائسهم يكونوا جدا حزينين لأنهم اضطروا يقتلوها يقول لها توم ليش ساعتيني ليش ما خليت اللي حوش يقتلوني تقولوا لأنه قلبك قوي واشجاع ولكنك ساذج ومتهور زي الأطفال وكمان الآلهة آيوا اعطتها إشارة لا تنسوا وفجأة تنزل عليها الحشرات هذهك أو رواح الشعب النافي وتجتمع فوقه وهنا تأكدت البنت هذهك أنه جايك شخص مميز ومختلف عن غيره وتقرر أنها تاخذه معاها وتساعده وفجأة أول ما وصل للقرية يهجم عليه حراس النافي ويطيحوه وتجي البنت ثاني مرة وتدافع عنه تقول لهم يا جماعة الإنسان هذا اسمه جايك شخص مميز وأرواح الشعب النافي والآلهة آيوا جالسة تعطيني إشارات إني ما أقتله هيأخذوه يودو عن شيخ القبيلة اللي هو أبو البنت يزعل منها أبوها ويقول لها لاذا جبتي لنا هذا الشيطان هنا تقول له آيوا الآلهة أعطتني إشارة إني ما أقتله وإنه شخص مميز آيوا يا جماعة في حال نكم ناسين هي الآلهة للشعب النافي ولها شجرة ومكان معين يروحون يتعبدونها فيه توصل زوجة شيخ القبيلة اللي هي أم البنت هذه واللي هي خبيرة في تفسير إرادة آيوا وتقرر هل يستحق العيش ولا لا فيقول لها أبغى تعلم منكم ولأن الآلهة آيوا أعطت شيخة القبيلة إشارة برضو إنه هذا الشخص مميز فتقرر إنها تخلي بنتها تعلمه إلى أن يصبح جايك واحد منهم وفيهم وبالمناسبة البنت اسمها نيتري تأخذوا نيتري وتجلسوا مع مجموعة كبيرة من شعبة وتخليه اختلط فيهم وفي نهاية اليوم ينام عندهم وأموره في السليم وعرفنا إيش من كلامه اليوم يا جماعة لما ينام الأفاتار يصحى الإنسان اللي كان مستضيفه يصحى جايك فجأة وتقول لها الدكتورة ولد الأفاتار حقك بخير إحنا ضيعناك في الغابة إنت كويس يقول لها يب الأفاتار بخير وما راح تصدق بخير لأي درجة إجتمع جايك مع العقيد والشلة ويقولوا له اسمع اللي انت سويته شي مرة كويس انت قدرت تختلط فيهم وطالما أنهم وافقوا وخلوك تعيش بينهم معناته أنه نقدر ننفذ خطتنا الآن إيش الخطة يسعدت العقيد؟ القرية اللي انت فيها تحتها كميات هائلة من معدن الأونوبوتانيوم وظيفتك الآن أنك لما ترجع للأفاتار تبعك تحاول بأي طريقة أنك تخلي الشعب النافي يخرج من هذه القرية علشان نطيح بالشجرة الأم اللي في قريتهم ونستخرج معدن الأونوبوتانيوم اللي تحتهم براحتنا كيف؟ شلون؟ إزاي؟ هاو؟ تصرف خليهم يمشوا الشجرة الأم شي يا جماعة وشجرة الآلهة آيوة شي ثاني الشجرة الأم هي المكان اللي عايشين تحتها وحوالينها الشعب النافي شجرة الآلهة آيوة هي مكان يروحوا يتعبدوا فيه جيك يقول لهم أوكي يلا رجعوني على الأفاتار تبعي علشان ما نضيع وقت كمل نتري تعليم وكيف يركب المخلوقات تبعهم من أشبه بالخيول ولو ناسين مخلوقات النافي عندهم ضفاير في شعرهم وفيها زي المستشعرات تخليهم ارتبطون بحيواناتهم وبزوجاتهم وبأي شي حوالينهم ومسألة زي كذا مو أي واحد يتقنها فبدأ يتدرب جيك كيف يرتبط مع الحيوانات بهذه الطريقة ومع الوقت أتقنها وبسرعة لأنه الآلهة آيوة اختارت هذا الولد لأنه مر فنان وفي رحلة ثانية تأخذ نتري إلى عش التنانين وموش تنانين هما اسمهم ايكرن ولكن بنقول لهم تنانين المهم تعلموا أن امتطاء التنانين هذي ما هو مثل الأحصن الحصان أي واحد خبير ممكن يمتطيه ويرتبط فيه لكن التنانين إذا ارتبطت بشخص لمرة مستحيل ترضى أي شخص ثاني يرتبط فيها للأبد ليش هم انضمهم كذا وتقول له يلا لازم تبدأ تبحث عن التنين الخاص فيك وتحاول تروضه بأي شكل من الأشكال وترتبط فيه بنرجع للموضوع هذا بعدين تعلم الرماية والصيد واستخدمها سلحتهم تعلم الركض والتنقل بين الأشجار وشوية مهارات ثانية يحتاجها وكيف يستخدم حواسه بكل قوتها حاجة مهمة لازم نعرفها يا جماعة الدكتورة غريس مرة طيبة ونواياها حسنة تجاه الشعب النافي عكس العقيد والشلة هدفهم الحصول على الموارد النافي لا أكثر سواء بالطيب أو بالغصب أو حتى بالسلاح والقتل ولكن بالنسبة لجيك نواياها للحين مش واضحة يبغى يخدم العقيد وكمان يبغى يخدم الدكتورة يبغى يستغل الشعب النافي وكمان يبغى يساعدهم وفي نفس الوقت جيك بدأ يكون مشاعر تجاه نيتري يب صار يحبها وبعد فترة طويلة من التدريب نيتري تقول لجيك أنت الآن جاهز أنت الآن واحد مننا ليش؟ لأن الآلهة آيوا أعطتهم إشارة في البداية وبطريقة ما هي جماعة جيك شخص مميز عند آلهة النافي آيوا جاء الوقت لجيك أنه يبحث عن تنينه الخاص وتقول له نيتري لا تختار أي تنين بشكل عشوائي ابحث عن التنين اللي يحاول يقتلك وإذا لقيته هذا هو التنين المناسب لك وبعد سرعة هو التنين قدر أنه يرتبط معاه ويروضه ونجح جيك في ترويض التنين بسرعة وقياسي وصار جيك محترف في كل شيء في الصيد والفروسية وركوب التنين ولكن أثناء تجوله في السماء هو ونتري بالتنين هجم عليهم تنين جدا ضخم ما هو مثل تنينهم الصغيرة تنين ضخم عملاق متوحش وقدروا أنهم يهربوا منه هذا التنين جماعة ما حد يقدر يروضه آخر واحد روض تنين مشابه له مات قبل سنوات طويلة التنين هذا يا جماعة بمثابة بوغاتي وباقي التنين الصغيرة بمثابة سيارات تويوتا عادية ممكن نقدر نوفر سيارات تويوتا عادية لكن صعب نجيب بوغاتي يجلس جيك مع العقيد ويقول لها العقيد شكلك بدأت تنسى مهمتك الأساسية يا جيك يرود عليه جيك ويقول له فاقي لي بس خطوة نهائية معاهم وبعدها أصير واحد منهم 100% وأكسب ثقتهم وبعدها ببدأ أحاول أخرجهم من أرضهم علشان تاخذ ثرواتهم براحتكم ولكن العقيد ما عجبه الكلام وكان عنده خطة شريرة لأنه شاف كلام ثاني في عيون جيك يرجع جيك للأفاتار وتبدأ مراسم إعلان جيك كواحد من عشيرة النافي ويصير جيك رسميا عضو رسمي في عشيرة النافي ويبارك له شعب النافي وتزيد مشاعره تجاه نيتري وهي كمان تبدأ تبادله نفس الشعور تأخذ نيتري لشجرة الآلهة آيوة وتقول له الآن أنت مننا وفينا وتقدر تختار زوجتك في واحدة تعرف تغني ممكن نزوجك إياها في واحدة مر صيادة نزوجك إياها ولكنه يقول لها لا أنا اخترتك أنت يا نيتري ونيتري ترد وتقول له وأنا كمان اخترتك وبوم نشيل واحدة زوجة يا مدير ويربط الظفيرته بظفيرتها وتعلنهم الآلهة آيوة زوجا وزوجة بوم انتهى المشهد بعد شوية قلت حياة جيك يصحى في جسده الإنساني ويبدأ يسأل نفسه وش صار عليك وش قاعد يسوي هل نسيت أني إنسان؟ هل ما أقول لها أنا صرت من الشعب النافي فعلا خلاص؟ وقبل يرجع للأفاتار تبعه تصحى نيتري وهي في حضنه وتلاقي العقيد وجيش وبدأوا في غزو قرية النافي تحاول نيتري تصحي أفاتار جيك ولكن جيك برج هذا الربط وجالس يفطر بجسمه الإنساني مدارع عنه وفي اللحظة الأخيرة يصحى جيك ويبدأ يهاجم عربات الجيش ومندرعاتهم ولكن دون فائدة يهرب جيك هو نيتري ويكتشف العقيد أن اللي حاول يوقفهم هو جيك يعرف وقتها العقيد أنه جيك خانه وينطلق بطائرة وجيش بسيطة علشان يحط حد لمهزلة جيك تبدأ عشيرة النافي بجمع جيشها والاستعداد للمعركة ويعلن جيك ونتري أنهم تزوجوا ببركات الآلهة أيوة وسط الزحمة هذيك وهالشي يخلى عشيرة النافي يزعلون وانفجرون غضب أوكي نعلموا ونسمع كلام الآلهة أيوة بس ما نزوجه هذا شيطان وتبدأ معركة بينه وبين الشخص اللي كان حاط عينه على نيتري ويرفض جيك القتال بحجة أنه ما هو عدوه وأن العدو هم البشر ولازم نتحد علشان نوقفهم يصل العقيد لحجرة أجهزة ربط البشر بالأفاتار ويقطع اتصال جيك والدكتورة بأفاتاراتهم وتسقط أفاتاراتهم ويحاولون الشعب النافي أنهم يقتلون جيك ولكن نيتري تمنعهم يخرج العقيد جسم جيك من جهاز الاتصال هو والدكتورة ويربطهم ويدخلهم السجن يصح جيك والدكتورة في حضرة العقيد والشلة وتقول لهم الدكتورة أن النافي وغابتهم بينهم علاقة وطيدة علاقة حقيقية الغابة بالنسبة لهم كائن حي مرتبط فيهم فيها ذكرياتهم وأسلافهم وكل حكاياتهم وتاريخهم عشان تأخذ اللي تبغى منهم لازم تفهمهم ولكن العقيد يقرر أنه هذا كلام فاضي وهطرقة وشجرة المباركة حقتهم هذه مجرد شجرة وبتنزح من مكانها بأي شكل من الأشكال وتبدأ معركة رسمية بين البشر وبين عشائر النافي مات فيها بشر ومات فيها عدد من شعب النافي يرجع العقيد ويجمع جيش كبير جدا ويتوجه للشجرة الأم تبع النافي اللي تحتها كل المعادنة الثمينة اللي يحتاجوها ويقرر أنه يهدمها حتى لوضطر أنه يقتل كل عشيرة النافي جيك والدكتورة قدروا يقنع الرئيس أنه يرجعهم لأفتاراتهم يروحوا يحاولون يقنعون شعب النافي أنهم يبعدون عن الشجرة علشان لا يموتوا ويوافق الرئيس ويرجعهم لأفتاراتهم ويقول لهم معاكم ساعة واحدة بس إذا ما قدرتوا تقنعوهم يبعدوا عن الشجرة الأم ترى رح ندعسكم أنتم وياهم يرجع جيك بالأفتار للشعب النافي ويحاول إقنعهم منهم يهربوا عن الشجرة الأم ويعترف لهم أنه كان عميل وأنه هذا هدفه من البداية يزعل منه نتري وتهزئه حاول إقنعها أنه تغير وأنه الهدف هذاك كان من الماضي وأنه الآن يحبها ويعتبر نفسه واحد منهم ولكن بدون فائدة ويطلب شيخ النافي أنهم يقيدون أفتار جيك هو والدكتورة قرر الشعب النافي أنهم ما رح يهربون ورح يحاربون علشان الشجرة الأم ويستعدون لمعركة كبيرة بينهم وبين البشر معركة ضخمة بدأت مات بها من مات وعاش بها من عاش قذائف قنابل متفجرات نيران وكل شيء وللأسف سقطت الشجرة الأم بعدما كانت واقفة لملايين السنوات تحت بكاء وصرخات الشعب النافي بسبب البشر الحمقاء اللي عاثوا في الأرض فسادا وراحوا الكوكب ثاني عشان يعيثوا فيه فساد يوم وتقرر شيخة القبيلة وأم نيتري وسط النيران وسط الصرخات إنها تحرر جيك والدكتورة وتقول لهم جيك لو أنت واحد مننا بالفعل ساعدنا مو علشانك جيك علشان الآلهة آيوة اختارتك لسبب ما من البداية وبعد سقط الشجرة وموت شيخ قبيلة النافي يطلب الرئيس فصل اتصال الدكتورة وجيك عن أفتاراته جيك والدكتورة الآن في السجن بس فاكرين ترودي ياب أكيد ما نسيتوها ترودي تروح وتحرر جيك والدكتورة من السجن لأنه اللي صاير هذا مو عجبها وكلام فاضي وغير إنساني وتبدأ رحلة تمرد البشر على بعضهم والبعض لمحاولة إنقاذ الشعب النافي من بطش البشر وأثناء محاولة هروبهم يشوفهم العقيدة الكلب ويبدأ يطلق عليهم النار وتصاب الدكتورة جريس إصابة بليغة ولكنهم قدروا يهربوا بالطائرة في النهاية وأخذوا معهم أجلزة اتصال البشر بالأفاتار ورجع جيك الأفاتار واخذ تنينه وراح فاكرين البوغاتي ياب التنين اللي معحد يقدر يروضه التنين اللي إذا روضته فأنت راح تكسب ثقة واحترام الشعب النافي أحب أقول لكم جيك روضوا بكل بساطة وكسب ثقة الشعب النافي من جديد وتأكدوا إن الآلهة آية واختارتوا لسبب ما والشخص اللي روض البوغاتي يصير اسمه تروك ماكتو وجيك الآن تروك ماكتو وجيش وشعب النافي كلهم تحت أمره يطلب جيك من شيخ القبيلة أنها تعالج الدكتورة غريس وبعد محاولاته وصلوات طويلة تموت غريس للأسف أمام شجرة الآلهة آيوة بسلام وتقول لجيك عبارة آيوة حقيقية يا جيك مش خيال بخطاب تحفيزي من جيك لشعب النافي يقنعهم إنه أنا الأوان للتكاتف وإيقاف البشر عند حدهم ويوافق الشعب النافي ويتخذون جيك قائد لهم ويحلقون في السماء عاليا معاه بتنانينهم أو خلونا نقول بسيارات تويوتا تبعهم وهو بالبوغاتي وحطوا ببالكم يا جماعة كوكب بندورا مليان عشائر وشعوب ولأن جيك معاه بوغاتي الكل وافق إنه يحارب معاه كل العشائر وكل شعب بندورا صاروا تحت أمره قرر العقيد إنه لازم يهجم بجيش ويدمر شجرة آيوة لأنه يعتقد إنه لو دمرها راح يدمر كل شيء يؤمنوا فيه الشعب النافي وبعدها يقدر يأخذ منهم كل المعادنة الثمينة من هذا الكوكب وتبدأ معركة طاحنة بين البشر وبين الشعب النافي مات بها من مات وعاش بها من عاش ومات فيها كمانة تنين تبع نيتري ومات برضه الوريثة الأول لشيخ قبيلة النافي وماتت برضه ترودي قائدة الطيارة جيك بالبوغاتي والشعب النافي بالتايوتا ومقاتلين بالأحصنة جيش مكون من حوالي 2000 مقاتل تحت قيادة جيك ولكن للأسف البشر كانوا على وشك الانتصار ولكن في اللحظة الأخيرة الآلهة آيوة أرسلت حوش الغابة تقاتل مع الشعب النافي بل إن بعض الوحوش سخرتها آيوة وخلتها تخدم الشعب النافي لأول مرة ودمروا البشر شر تدمير انتصر جيك على البشر وفي معركة أخيرة بين العقيد وجيك مات العقيد بواسطة سهمينة طلقتهم نيتري ولكنه قدر يخرج جيك من حجرة الاتصال بالأفتار وأنقذته نيتري ورجعته ومشأت الأمور وعاش جيك والشعب النافي وظلت صامدة شجرة الآلهة آيوة وقبل يموت وليث شيخ قبيلة النافي عسكرات البشر وأرسلوا من تبقى من البشر إلى كوكب الأرض وظل عدد بسيط من البشر اللي يثق فيهم جيك في كوكب بندورة وفي نهاية الفيلم عن طريق شجرة الآلهة آيوة قدرت شيخة القبيلة إنها تنقل روح ووعي جيك للأفتار تبعه بنجاح وبكذا ودع جيك جسده البشري للأبد ومعاد صار يحتاج لجهاز اتصال علشان يكون في الأفتار وصار حرفيا 100% من عشيرة النافي بشكل كامل الآن عزيزتي الوجيهة عزيزتي الوجيهة تقدرون تتابعون الجزء الثاني من أفتار وأنتم مستعدين لأن التريلر تبع الجزء الثاني يقول أنه البشر ممكن يرجع مرة ثانية وتبدأ معركة ثانية وملحمية ولكن بشكل مختلف تماما ادعموا الفيديو بلايك يا جماعة لو أعجبكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة لو لمكنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيعات عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف كامعاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة